الله اكتب الله اشهد ان مولانا امير المؤمنين عليا ولي الله الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَى حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حديثٌ مشهورٌ عن صاحب هذا اليوم الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام علامات المؤمن خمس هذه الأمور الخمسة التي ذكرها الإمام عليه الصلاة والسلام كعلامات للمؤمن ثلاثة منها شعائر إظهار من الخمسة ثلاثة التختم باليمين شعيرة إظهار الجاهر ببسم الله الرحمن الرحيم شعيرة إظهار وأما زيارة الأربعين فحدث ولا حرج شعيرة إظهار كبيرة واضح الشعائر التي جانب منها الإظهار هذه الشعائر في كل دين في كل طريقة في كل نظام تعتبر من أهم البنود من أهم النقاط في تلك الطريقة أو الدين الإسلام وهو دين الله الوحيد شطر كبير من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى أو حبذها الله سبحانه وتعالى حث عليها كثير منها شعائر إظهار كثير عندما نقول شعائر إظهار البعض يتصور أن قيمة هذه الأشياء فقط بإظهارها بعبارة أخرى أن المستفيد منها فقط الآخرون الذين نظهر هذه الشعائر أمامهم لا الشعائر الإظهار جانب مهم قد يكون هو الجانب الأهم أصلا منها هو جانب التأثير على النفس الذي يقوم بهذه الشعائر الشعائر هو المستفيد استفادة كبيرة بل لعله نقول هو المستفيد الاستفادة الكبرى نعم فيها جانب فائدة للآخرين ولذا أمرت أن تظهر هذه الشعائر الآخرون أيضا يستفيدون من هذه الشعائر هذا المقصود من شعائر الإظهار فالشخص هو يستفيد اتخذتم باليمين كمثال في هذه الرواية الشريفة من الذي يستفيد هو الشخص يستفيد في نفس الوقت يفيد الآخرين يظهر هذا الشيء زيارة الأربعين من الذي يستفيد منها هو الشخص نفسه الذي يقوم بهذه الزيارة ولكن هذه شعيرة للآخرين الآخرون الذين ينظرون الذين يعرفون أنك ذهبت إلى زيارة الأربعين يتأثرون يستفيدون وهكذا عامة الشعائر شعائر الإظهار جانب مهم منها مرتبط بالشخص نفسه الذي يقوم بالشعيرة وفيها جانب استفادة الآخرين ولذا أنت تظهر هذه الشعيرة بعض الشعائر قد لا نظهرها ولكن بعض الشعائر إظهارها أيضا مهم شهران وثمانية أيام فترة شدة أحزان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وهذا اليوم هو آخر يوم من هذه الفترة من هذه الليلة تبدأ ذكريات سعيدة ذكريات أفراح لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أفراح كبيرة وبصورة خاصة ذكريات مرتبطة بجانب البراءة الولاية والبراءة هذا شيء تقريبا يعني ينبغي أن يكون واضحا الولاية والبراءة هما مرتبطان بالعقيدة مرتبطان بالقلب يعني هما من أصول الدين ليس من فروع الدين إظهار هذا الولاء إظهار هذه البراءة عمل العمل يكون من فروع الدين ولذا يذكرون في فروع الدين أو في أهم فروع الدين التولي والتبري إظهار هذا الولاءة التبري إظهار هذه البراءة الولاءة والبراءة من أصول الدين إظهارهما من أهم فروع الدين الحديث عن البراءة حديث لا أقول طويل حديث لا ينتهي بعد مهم جدا 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 في الدين لا أول له ولا آخر له شيء جدا وسيء ولكن نقتطف بعض الورود من هذه الدوحة بسرعة طبعا الورد الأولى حديث شريف مفصل على ما ببالي قبل سنوات قرأت لكم لعله كل هذا الحديث الشريف قضية قضية بشار المكاري بشار المكاري جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نقل له قضية رآها في الشارع ما هي القضية القضية خلاصة الرواية الشريفة القضية أنه رأى امرأة تمشي في الشارع فسقطت عثرت سقطت تذكرت الصديق الكبرى صلوات الله عليها فلما قامت قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة أخذوها الشرطة ضربوها أمام الناس في الشارع وأخذوها إلى السجن فلما نقل هذه القضية للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام صار الإمام عليه الصلاة والسلام يبكي بكاءا شديدا حتى ابتلت لحيته الشريفة وصدره من دموع عينيه عبارة جدا عجيبة ابتل صدره لعل هذا لا يحدث لشخص طيلة حياته أنه يبكي بكاءا يبتل صدره مرة قطرة قطرتان ثلاث قطرات عشر قطرات تسقط على صدره قد يكون إذا كان البكاء شديدا أما أن يبتل صدره من دموع عينيه يعني بكاء غير طبيعي ثم قام الإمام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى مسجد السهلة كان الإمام عليه الصلاة والسلام أنا ذاك في الكوفة ذهب إلى مسجد السهلة صلى صلاة لكي تطلق هذه المرأة صلى صلاة ثم دعا بدعاء الدعاء مذكور في الرواية الشريفة ثم سجد سجدة طويلة فلما رفع رأسه قال لبشار أن المرأة قد أطلق أطلق سراحها وبالفعل اللهم صلى على محمد وعلي محمد وكان الإمام عليه الصلاة والسلام قد أرسل شخصا إلى باب السجن أنه إذا صار خبر اعتنى بالخبر فلما الإمام قال أطلق سراحها وخرجا فلما خرج عند الباب جاء الرجل قال أطلق سراحها قضية مفصلة ثم الإمام عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى هذا العمل العمل المميز هكذا بكاء ثم الإمام عليه الصلاة والسلام ما صلى في مكانه ليدعو لها ذهب إلى مسجد السهلة من الكوفة ذهب إلى مسجد السهلة ليصلي لها ويدعو لها ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام أرسل لها تشويق تأييد دعم معنوي أرسل لها سلاما وكتشويق وتأييد مادي أرسل لها مالا لهذه المرأة القضية القصة هذه جدا شيقة يعني الإنسان لو قراءها يستفيد منها استفادات الرواية لعلها ثلاث صفحات أربع صفحات تقريبا تقريبا بهذا الحدود الرواية موجودة عندي ولكن الرواية مفصلة قرأتها سابقا لا أريد أن أقرأ الرواية الرواية جدا جميلة موجودة في كتاب المزار الكبير لابن المشهدي موجودة في كتاب المزار للشهيد الأول موجودة في مصادر عديدة الرواية الشريفة هذه الرواية الشريفة تدل على اهتمام بالغ لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بإظهار البراءة هذه المرأة أظهرت البراءة بهذه العبارة الإمام هكذا يصنع وإذا قرأتم الرواية تعرفون لماذا أقول هذا الاهتمام كان لهذا الجانب بالذات هذه نقطة أو لنقل وردة من هذه الدوحة نقطة ثانية أو وردة أخرى في الزيارة الجامعة الكبيرة تقرؤون هذه الزيارة العظيمة في مقطع من هذه الزيارة نقرأ مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم الإنسان أحيانا يعلم شيئا درجة أعلى من العلم يعرف شيئا الاستبصار معرفة خاصة درجة عالية من المعرفة الاستبصار يعني أنك تعرف الشيء كأنك تبصر كأنك تراه يعني بعبارة أخرى تعرف تفاصيل الشيء هذا يسمى استبصار الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام في هذه الزيارة العظيمة يعلمنا أن نقول نطلب أو أن نقول هذا الشيء أننا عندنا هذه الدرجة ليس مجرد علم بشأن أهل البيت ليس مجرد معرفة والمعرفة طبعا كافية ولكن درجة عالية من المعرفة درجة استبصار كأننا نبصر مستبصر بماذا بشأنكم وبضلالة من خالفكم يعني مستبصر بضلالة من خالفكم أسأل شؤالا إذا أخفينا هذه البراءة في قلوبنا ما أظهرنا هذه البراءة كيف يعرف الناس ضلالة من خالف أهل البيت سوف لا يعرف ناهيك عن أنهم يصلون إلى درجة الاستبصار الاستبصار معرفة التفاصيل تعرف كأنك تراه كأنك تبصره هذا ممكن أن يحصل إذا أنا أخفيت أنت أخفيت البراءة موجودة في قلوبنا الناس يصلون إلى درجة الاستبصار لا يصلون إلى أول درجات المعرفة لا لعله حتى العلم مجرد العلم أيضا لا يحصل لهم كما بالفعل نرى المجتمعات التي يخفي الناس فيها أمور من البراءة حتى بعض المؤمنين تخفى عليهم معلومات ناهيك عن المعرفة لا يحصل له علم المعادلات تنعكس تنقلب هذه المرحلة من المعرفة لا يمكن لا يمكن أن تحصل إلا بإظهار البراءة إظهار البراءة شعيرة إظهار شعائر الإظهار لماذا لها هذه الأهمية في الدين لأنه بدون شعائر الإظهار شيئا فشيئا الحق يختفي شيئا فشيئا الباطل يتبدل إلى حق والحق يتبدل عند الناس إلى باطل وردة ثالثة من هذه الدوحة البعض عندهم عادة حسنة إذا حدث له حادث سيئ أو حدث لشخص أمامه حادث سيئ يلعن الشيطان لعنة الله على الشيطان هذا حسنة جميلة الشياطين الذين نلعنهم هم شياطين الجن من الجن الشيطان من الجن الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية يقول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الإنس والجن قدم شياطين الإنس على شياطين الجن لعل الواجه في ذلك أن شياطين الإنس أسوأ أخطر من شياطين الجن وهذا الشيء قبل فترة ذكرته يعني ذكرت نقاط فيما يرتبط بإثبات هذا المعنى أن شياطين الإنس أخطر أسوأ العن من شياطين الجن ذكرت شواهد لعله عشرة أو ما يقارب من عشرة من الشواهد التي تدل على أن البشر السيء أسوأ من الشيطان أسوأ من شياطين الجن لأن البشر قدراته كبيرة عنده قدرات هذه القدرات غير موجودة للجن غير موجودة عند الشياطين شياطين الجن ولذا يتمكن أن يتبدل إلى مصلح إلى صالح أعظم من الملائكة يتمكن أن يتبدل إلى مفسد مخرب أكثر من الشياطين وإحدى الأدلة التي لعله ذكرتها إحدى الأدلة أنه في قعر جهنم أسوأ منطقة في جهنم هو التابوت في التابوت من شياطين الجن يوجد واحد وهو إبليس فقط بقية شياطين الجن غير موجودين في التابوت موجودين في دركات جهنم غير موجودين في التابوت في جهنم في التابوت من الجن من الشياطين من شياطين الجن فقط واحد وهو إبليس ومعه أحد عشر من شياطين الإنس من البشر الإنس السيء البشر السيء أسوأ من الشياطين قد يصل إلى مرتبة إبليس ولذا الله عز وجل قدم في هذه الآية المباركة لعله هذا السبب شياطين الإنس قدمهم على شياطين الجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن عندما يحدث لك حادث سيء عندما ترى حادثا سيئا تلعن الشيطان نعمة ما تصنعه شياطين الجن لا بأس شيء حسن قل عن شياطين الإنس أيضا نقطة أخرى أو وردة أخرى الإنسان عنده قناعات تحدد أعماله عنده قدرات مفعلة لا أقول قدرات القدرات جدا جدا كبيرة قدرات الإنسان أقول القدرات المفعلة وهي نسبة بسيطة جدا من القدرات كل واحد مننا يفعل نسبة ضئيلة جدا من قدراته لا بأس هذه القدرات المفعلة عنده الإنسان قناعات تحدد أعماله عنده قدرات مفعلة تحدد أعماله لا بأس هناك شيء يلزم أن لا نقع يعني تقريبا واضح لا تحقيقا واضح ولكن هذا الشيء الذي هو واضح قد يخفى على بعضنا أنا لست في أعلى درجات الولاء ولست في أعلى درجات البراءة لا نتصور أننا في أعلى درجات لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعضنا لا يتحمل أن يرى شيئا أعلى من عمله لماذا؟ ينكر لا هذا إفراط أنا هذا حدي ذاك ليس إفراطا الولاية والبراءة إظهارهما لا إفراط فيهما أنا لا أقول لا توجد حدود شرعية لإظهار الولاية والبراءة نعم توجد قطعا ولكن أقول بعض الأشياء أو كثير من الأشياء ينكرها بعضنا لأنه هو لا يتحمل أنت قم بهذه الشعائر شعائر إظهار الولاية شعائر إظهار البراءة بمقدار قناعاتك بمقدار قدراتك المفعلة لا تنكر على الآخرين الآخرون قناعاتهم مختلفة عن قناعاتك إذا شخص يقوم بعمل بعنوان إظهار الولاية لا تقول له لا إذا كان العمل أشد أرفع أعلى من عملك قل أنا هذا حدي إذا قام شخص بإظهار البراءة بطريقة أقوى من طريقتك لا تنكر أنت لا تتمكن أنت غير مقتنع قد يكون هكذا أنت ضمن ضوابط قناعاتك ضمن ضوابط قدراتك المفعلة لا يعمل واجعل الآخرين يعملون أعمالهم ضمن قناعاتهم في إظهار الولاية والبراءة الآصل صحيح الآصل شيء محبوب وفي إظهار البراءة أيضا النقطة الأخيرة أو الوردة الأخيرة حديث شريف نختم بهذا الحديث الشريف حديثنا طبعا هذا الحديث الشريف الذي أنقله أنقله لكم عن كتاب الكافي الشريف ولكن هذا الحديث الشريف ليس هو الحديث الوحيد الذي يدل على هذا المعنى هذا المعنى الذي ورد في هذا الحديث الشريف مستفيض يعني ورد في روايات عديدة إلى حد الاستفاضة إن لم أقل إلى حد التواتر لا شك أن هذا المعنى ورد في أحاديثنا الشريفة في المصادر إلى حد الاستفاضة قطعا كنموذج من أراد أن يرى هذه الاستفاضة يرجع إلى كتاب بصائر الدرجات طبعا تعلمون كتاب بصائر الدرجات سابق على كتاب الكافي كتاب الكافي للكليني الكليني من تلاميذ محمد بن الحسن الصفار مؤلف صاحب مؤلف كتاب بصائر الدرجات مؤلف كتاب بصائر الدرجات من أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أدرك الإمام العسكري فيه كتاب بصائر الدرجات أحاديث عديدة أصلا لعله على ما ببالي باب لهذا المعنى خصصه أورد فيه مجموعة من الأحاديث الشريفة ولكن هذا الحديث الشريف أقرأه لكم من كتاب الكافي طبعا نفس هذا الحديث أيضا موجود في بصائر الدرجات أيضا ولكن باعتبار الكافي في الأيدي أكثر من كتاب بصائر الدرجات الحديث الشريف هكذا دخل رجلا على الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام فقال له جعلت في ذاك هذه قبة آدم هذه الكلمة وردت في روايات عديدة قبة آدم قبة آدم إشارة إلى سمائنا البعض من المفسرين للأحاديث الشريفة هكذا فسروا البعض قال قبة آدم يعني الكرة الأرضية التي كان فيها آدم إجمالا هذا الكون الذي نحن الآن فيه إما تحت هذه السماء يعني القبة هي السماء الأولى التي نحن نعيش على هذه الكرة الأرضية تحت السماء الأولى أو إجمالا هذا الكيان جعلت في ذاك هذه قبة آدم قال عليه الصلاة والسلام نعم ولله قباب كثيرة لا تتصور أنه فقط نحن موجودون في هذا الكون لا هناك قباب كثيرة ألا إن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثون مغربا تعليقة بسيطة وإن كانت خارج عن حديثنا السيد هبد الدين الشهرستاني عنده كتاب أحد العلماء قبل ما يقارب من ستين سنة متوفة في كتابه يذكر هذا الحديث الشريف يقول فلان من أبناء الملوك ملوك إيران السابقين ذكر هذا الحديث لأحد علماء طبعا يذكر تفاصيل لأحد علماء غير المسلمين علماء أوروبا حسب ما يكتب علماء أوروبا فقال له لو أثبت صدور هذا الكلام من نبيكم أو من أئمتكم أنا الآن أصير مسلم ولكن ذاك الرجل ما كانت عنده معلومات كافية أعطى مصدرا غير معروف قال هذه الرواية هو كان قد رأى هذه الرواية في مصدر من المصادر التي لا يثق بها مصادر جديدة ما كان يعرف أن هذا الحديث ورد في الكافي قبل ألف ومائة سنة ورد في ما هو قبل الكافي في بصار الدرجات فما تمكن أن يثبت صدور هذا الحديث الشريف عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام إجمالا أنه هذا المعنى ذاك استغرب أن هذا المعنى معنى جدا عظيم كيف تمكن أصحاب تلك العصور قبل أكثر من ألف سنة أن يقولوا هذا الكلام كان خافي على الناس إجمالا هذا طبعا بين قوسين خارج عن حديثنا قال عليه الصلاة والسلام ألا أن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثون مغربا أرضا أرضا بيضاء مملوة خلقا فقط أراضي لا مخلوقات موجود هناك هذا الشيء الذي إلى الآن البشر لم يكتشفه لم يجد مخلوقا في غير الكرة الأرضية أرضا بيضاء مملوء خلقا يستضيئون بنوره في بصائر الدرجات الكلمة يستضيئون بنورنا اللهم يصلى على محمد المعالم محمد لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق لا يعرفون أنه توجد مخلوقات في الكرة الأرضية ولكن شاهدي هنا هذه الكلمة الأخيرة ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق يبرؤون طبعا قلتكم هذا المعنى مستفيض هذه رواية من الروايات الشريفة يعني ماذا أولئك لا يعرفون أي شيء مرتبط بحياتنا لا يعرفون خلق آدم حتى يعرفون شيئا عننا انظر كامل الأمر مهم حتى أنهم هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا عننا يعرفون هذه النقطة بل ويفعلون ويعملون يظهرون البراءة الحديث عن البراءة حديث الحديث عن إظهار البراءة حديث مفصل آخر لم ينتهي ولن ينتهي هذه الأيام القادمة أيام مباركة بذكريات مرتبطة بالولاية وبذكريات مرتبطة بالبراءة البراءة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفرحون لفرح آل محمد ويحزنون لحزن آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم زد في قلوبنا حب محمد وآله وحب أوليائهم وبغض أعدائهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة